تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه رسالة خطية من سعادة السيد عيسى بن عبد الرحمن الحمادي وزير شؤون الاعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب وذلك بمناسبة التوقيع على ميثاق شرف رؤساء تحرير الصحف المحلية والذي تم تدشينه بمبادرة من وزارة شؤون الاعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب وتم التوقيع عليه من قبل رؤساء تحرير الصحف المحلية والمتضمن مجموعة من القيم والمبادئ النابعة من روح الدستور وميثاق العمل الوطني المتوافقة والموافق الصحفية والإعلامية والحقوقية الدولية وقد عبر جلالة الملك المفدة حفظه الله ورعاه عن شكره وتقديره لسعادة وزير شؤون الاعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب وجميع الصحفيين على هذه المبادرة الطيبة بالتوقيع على هذا الميثاق وأثنى جلالة الملك المفدة على الدور المتميز الذي تطلع به الصحافة البحرينية منذ بداية ثلاثينيات القرن الماضي ومواصلة هذا الدور الذي أكد تفوق الصحافة البحرينية ورصدها لكل الإنجازات التي تحققت لمملكة البحرين بفضل سواعد أبنائها المخلصين وأكد جلالة المفدة أن الصحافة البحرينية تتمتع اليوم بحرية كاملة في التعبير وإبداء الأراء معربا عن تقديره لجميع الصحفيين وكتاب الأعمدة بما يتناولونه من مواضيع وقضايا هدفها مصلحة الوطني والمواطن وقال إن مثاق شرف رؤساء تحرير الصحف المحلية يعكس حرص الجميع على دفع الصحافة البحرينية إلى خطوات متقدمة لتواصل عطاءها في تنوير الرأي العام وطرح كافة الأحداث والقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية أمام المواطنين كما أكد جلالته دعمه المتواصل للصحافة والصحفيين وتمنياته للجميع كل التوفيق والسداد